مرحبا بكم فيما كنتم تابعين مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وصرتي لفرصة من خلاله نتكلموا على مجموعة من المواضيع كتشكي الجزء مهم من حياتنا اليومية شكرا بتفاعل ديالكم أنا عبر صفاحات الأولى على فيسبوك وإنستغرام لكي تظهر أسفل الشاشة وكل عادة يشرفني رفقني تقديم البرنامج مروانو هنا أسابة حمد لله زيني كيف ديني مع السيام الله يبرك فيك أبقى خليك أيضا أنك تكوني بخير مروان أيضا وكل المشاهدين مرحبا بكم وسيامكم مقبول إن شاء الله ونحن نقول لكم حلقة جديدة نهر جديدة ومواعدة جديدة مشاهدينا خليكم معنا نستمتع مجموعين في هذه الحلقة فقرة سحتي رسمالي اليوم سنخصوها باش نتكلموا على السيدات الحوامل وشهر رمضان هنا اليوم مواعدنا مع فقرة هي والموضة ومن خلال هذه الفقرة اليوم هي والموضة سنتكلموا اليوم على الأخطاء الشائعة اللي كندروها أحيانا في ارتدائنا للجلبة المغربية وغتكون معنا ندى أبنيشو خبيرة المظهر مروان اليوم مواعدنا معاك وفقرة تدبير حياتي ويزينا بل يوم في الفقرة دينا نختارينا نتكلموا على صندوق الطوارئ أولى الفاندورجانس بيخصوني شنو اللي خصنا نعرفه وشنو الأخطاء اللي انتفادوهم ولاش كيصلح هاد صندوق الطوارئ هاد شي كله قد نكتشفوه اليوم فقرة التدبير حياتي خليكم معلوم مشاهدينا شكرا لأنكم كتفعلوا معنا دائما وكتابعونا على القناة الأولى قبل ما نترقوا جميع فقراتنا جاء الوقت باش نعرفوا شهيوتنا اليوم فقرة من يد شايف شافية سيناش خبارك لباس الحمد لله كيف درتي مع السيان؟ الحمد لله ولفنا الحمد لله وشنو غير قطرحو المشاهدين دينا اليوم؟ اليوم غيروا بسطلة صغر بالدجاج وخا على فشنو غادي نحتاجوا في المقادر؟ غادي نحتاجوا واحد دجاجة دي الكيلو قطعناها بشكل هذا واحد جوج بصلات مشالضين حيط البصلة لك تبغي البصلة درسها ديلت تومة بصلات كبار؟ جوج بصلات كبار بتالت تلاتها يكون موينينين ونتبغي واندرها وحد درس ديلت تومة حيط البصلة لك تبغي البصلة وهنا نحتاجوا الملحة البزار الخرقوم البلدي واحد شوية دي القرفة اسكنجبير واحد خمسة جرام دي الزعفراء الحر اي جوج معالقة دي القزبور معدنوس واحد مسحوقين 3 معلقة الماء الزهر 3 معلقة الماء الزهر 3 معلقة العسل 1-4 بيضات 200 جرام اللوز 50 جرام الزبدة 1 معلقة زيت العود 150 جرام ورقة البستيلا كيف سنبدأ؟ نحن نأخذ مارمت نجرة ندرك معلقة زيت العود ومعلقة كبيرة تلجوج ماذا ندرك معهم؟ ندرك معلقة كبيرة الزيت العادية وندركوا الدجاج لكي نشحره تقريبا 1 دجاجة 1 كيلو 4 أو 6 أشخاص 3 أو 6 أشخاص ندرك بسطيلة صغر بسطيلة صغر بالنسبة لبسطيلة الدجاج غالبا الناس يتشكوا تكون جميلة مالحة جميلة مالحة جميلة ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يأخذهم دوزاج الحلاوة فيها إذا تبقى المقادر سوف تكون دوزاج الحلاوة مالحة جميلة هل سوف أضغر بتخليف ندرك بسطيلة نكتشكوا نضغروا تقريبا نقوم بتخليف نأخذ الدرس نحن نرسل نحن له غرفت ننضغر لفوط نحن نحن لولا تقريبا نضف الملح نضاف الملح وسط البزار تسكن جبير ليس مشكلة نضاف الملح ستقوم بزار ستقوم بالخري وسنضافه سأسقنا بالماء half-trick الزعفران ثم نسقط نطلق ثم نقوم بتقديم ثم نزيد ثم نشعر جميع المكونات ثم نجمع سألعلها ثم نسقط ثم اقترب نحل لنا نقوم بتجنيم نحيدوا الدجاج ونزيدوا البصلة اللي بقعت نزيدوا الطيب ما زال على طيب مع ناصص اللي عندنا نصص اللوغو ديال الدجاج اللي بقى في البصلة اللي أولى ونزيدوا واحد دجاج معلقة ثلاثة ديال العسل معهم ونخليهم تطبخوا ونشفوا أنا راجعة بشاعتني أكثر تفاصلكم سيقدروا المشاهدين ديالنا يمشوا معنا مرحلة مرحلة خلال حلقة اليوم من برنامج أسرتي جاء الموعد مشاهدين باش نتابعوا فقرة صحتي راس مالي ولليوم غادي نخصوها السيدات الحوامل وصيام شهر رمضان الكريم إمتى السيدات الحوامل مخصومش يصوموا شهر رمضان ومجموعة من المعلومات المهمة والمفيدة لكم تابعونا نعم ممكن المرة الحاملة تصوم غيرهما لكنها تكون في حالة مختلفة ومجموعة من المرحلة وتكون قادرة باش تصوم مثلا السكر عند المرأة الحاملة وديابيجي استرسليع عند المرأة تتخذ الإنسلين بعد ذلك وكثيرا 50 حالة تصوم مثلا التنسيون الصعيبة للمرأة الحاملة هي تأخذ أدوية لأن هذه الأدوية تكون نورماليزة التنسيون لن يكون مضاعفات التنسيون عند السيدة الحاملة هناك بعض المرأة في التتبع المرأة الحاملة يكون لديك أمنيوتيك هذه السقيات تكون نقصة ويكون نموذ الجنين فيها لذلك نصحها لأن النموذ للنبي يمكن أن يكون لديك أستخدام أو تأثير الجنين هناك نصحها للمكانة علامة للجفاف والسيور والتعرق والتسخاف والتنسيون لذلك لا يريد أن يكون لديك أمنيوتي لأنها خطر عليها والجنين لا يؤثر على تغذية متوازنة ويكون السوائل مثلا في الأصوار لذلك لا يؤثر على الجنين ولكن في حالة أخرى مثلا الجفاف للمرأة لا تكون تشرب السوائل لكي تكون الحرارة ولا تأخذ الأوجبة في الوقت لها ولا تأخذ سوائل كمية كبيرة في الفطور هنا يمكن أن يؤثر على الجنين موسيقى هي سيونتفكة علميا لم يكن لديك أستخدام ولكن عندما كانت جفافة للمرأة عندما تشرب للمرأة أو تشعر لا يمكن أن يكون لديك أمنيوتي مبكرة في هذه الحالات نحن نصح أن النساء تقول لهم نحن 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 أمنيوتي مبكرة فهو أحسن لها أن تفطر وتأكل عادي لأن صحة هي الأولى وصحة البابي ونحن نحن رمضان نحن نحن ستراجعها من بعد الولادة موسيقى يجب أن يتحاول أن يتأكل كما نقولون لا يجب أن يتأكل لا يجب أن يتأكل لا يجب أن يتأكل لذلك يجب أن يتأكل يجب أن يأكل لذلك من المشاكل يجب أن يكون يمكن أن تساعد للمشاكل الوزن ويكون تغذية متوازنة يمكن أن يأكل الكثير في الواجبات الفطار والصحار لذلك يمكن أن يأخذ السوائل لذلك يمكن أن يكون هذا النزول الوزن عند سيدات الحوامل ونصح السيدات في وجه الإفطار يشربون سوائل جيداً مثلاً العصير والماء والتوجيبات يمكن أن تكون سوب ويكون هذا شيء إكيليبري لا يريد أن يأكل كثيراً ويجبات الفطار ضرورية ويجبات أن نأكدوا هنا كثيراً ويجبات العيشة ويجبات الفطار والصحار ويجبات أن نأكدوا عليه كثيراً لأن في حال الفطار يجب السوائل يكونوا جيداً والسكريات لكي يمكن أن يدوز لها جيداً تنظن أن أسعب جوج ديال الفطار بالنسبة لأغلب سيدات الحوامل هي تحاول أنها تشرب السوائل بشكل كبير لأنه ضروري وفي نهاية ديال الحمل تكونوا بدينا تنعية وبيدينا تنقلوا كيفما كان قولوا وتنفسي ديالنا نبدأ كاتعية ما تشيب طبيل حالينا بكي تدوزوا واحد الفطار ديال الحمل ديالكم في واحد الراحة نقسموا الماكلة ديالنا ناكلوا شوية ونعرضونا نرجعوا شوية فنحاولوا نعاوم بياتنا بالتغذية الصحية بالك شكراً لك دكتور نبغو بدورنا نزيد القدم بشموعة من نصائح لسيدات الحوامل خلال شهر رمضان الكريم تنظن أن أسعب جوج ديال الفطارات بالنسبة لأغلب سيدات الحوامل هي فترة البداية ديال الحمل وفي نهاية ديال الحمل في البداية ربما تنكونوا تنتوحموا بزاف ديال المشاكل تتوقع لنا وفي نهاية ديال الحمل تنكونوا بدينا تنعية وبيدينا تنتقلوا كيفما نقولوا وتال نفسية ديالنا بدأت كاتعية عموما بسبب سيدات الحوامل خلال شهر رمضان ماذا بينا ناخدوا واحد القسط كافي من النوم نرتاحوا وماذا بينا أيضاً خلال الفطار ديالنا نقسموا الماكلة ديالنا ناكلوا شوية ونعودوا نرجعوا شوية نكملوا من بعد الماكلة ديالنا وأيضاً نردوا لبل الملابس ديالنا طوال شهر طوال فترة الحمل عفواً الملابس ديالنا دائماً تكون مريحة تكون فضفادة باش نكونوا مرتاحين ونحصوا بروسنا أحسن وأكيد المرأة الحامل كيخصها ترضي لبل كتير خلال شهر رمضان للماكلة ديالها وللتغذية ديالها خصوصاً إلى كنت كاتصوم كيخصها تكل غير شوية تفرق هدوك الوجبات على فترات يعني ما بين ساعتين حتى الثلاثة ديال السوايع وتكون واجبات مشيء تقيلة بشكل كبير تحاول أنها تشرب السوائل بشكل كبير لأنه ضروري وتركز أيضاً على شرب الحليب باش يكون عندها نسبة ديال الكالسيوم أكتر ما تنساش أنها تكل الحبوب الكاملة التي تعطيها واحد نوع من الشباح وتركز أيضاً على الفواكه والخضر لأساسية وضرورية كيخصها دائماً تكون في التغذية ديالنا ومشي فقط غير الشهر رمضان هذه يعني أبرز النصائح التي تكلم عليها الروبرتاج وأيضاً نبغي أننا نذكروا بها نعم صراحة الروبرتاج غني جداً مفيد بزف بزف ديالسيدات الحواميل محتاجي اليوم لهذا النصائح هدو اللي نأكدو عليها بالنسبة لسيدات الحواميل هو كيف ما ذكرتو كاملين نشربوا المال ما الماحث جميع أخي الصائيين نحتذي للتغذية كي نصحوا السيدات الحواميل أن الجسم ديالهم مخصوش يوقع في الجفاف وهذا مشكل كبير كيوقع فيه بزف ديالسيدات نتفكروا راسنا مرة الفطور نشربوا الماء بواحد الجرعات اللي هي قليلة ولكن تكون داومة على الساعات كلهم ديالنا من مرة الفطور أيضاً تقيم السيلاك الحلويات كيف ما كنعرفوه الحلويات تتعاد الناس كلهم ولكن خصوصاً فاش كنتتكلموا عن السيدات الحواميل نقصهم السكرية والحلويات أيضاً المشروبات الغازية أيضاً يبعدوا ما أمكن من اللحوم المصنعة والمعلبة هاتش بطبيعة الحالية اللي بغيتو تدوزو واحد الفترة ديال الحمل ديالكم في واحد الراحة نسبياً بركة غير كيف ما كنقولو تعب ديال الحمل فنحاولو نعاونو ذاتنا بالتغذية الصحية بطبيعة الحال بغينا نعود نأكد مروان على نقطة أخيرة اللي شار ليها الدكتور هو ضروري من مشروع الطباب ديالنا إلا حسنة بأي عارض من الأعراض اللي تكلم عليهم الدكتور في الروبرتاج نوقف الصيام ديالنا نناكلوه وباش نكونوا إحنا والجنين ديالنا بصحة جيدة نتمنى لكم رمضان كريم مرة أخرى كل نهار نقولوها لكم رمضان كريم دوام الصحة والسلامة وأنتم متابعيننا دائماً على القناة الأولى وبرنامجكم أسرتي من دبا شوية راجعين فقرة تدفير حياتي ولكن قبل مواعدنا مع هي والموضة وهنا وهي والموضة اليوم زينة بغن تكلموه على الجلبة المغربية بعد المرات كنرتكبو بعد الهفوات أو الأخطاء في البثنة ديال الجلبة المغربية اليوم مع ندا وبنيشو خبيرة المظهر غن تعرفوه على هاد الأخطاء ونحاولو أننا نصحوها الجلبة المغربية كنرتكبو فيها مجموعة من الأخطاء نحاولو نختارو القصات اللي ملاء من الجسم ديالنا كتير من الأحيان كان لبسوه واحد سبطة ما نطحوش في ذاك الغالات ديال نفس اللون ديال جلبة ولا هو نفس اللون ديال فاكل خاصنا نبحروا على ليموتيف ولا ليف فلور ولا الأشكال اللي هي كبيرة ونتجهوا بالعكس بحال دا بدي شوشو ديال الشعار اللي يكونوا طفولين وكان رحبو بخبيرة المظهر ندا وبنيشوف بلاتو برنامج أسرتي مرحبا بك ندا شكرا هناء إذن اللباس تقليدي المغربي وخاصة جلبة كتكون حاضرة خلال هذا الشهر الكريم شهر رمضان فجلبة المغربية كرتكبوا فيها مجموعة من الأخطاء أو لبعض الهافوات من اللي كنبغيوا لبسوها هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا له وجلبة أكيد أنها ديمن معانا في رمضان يا كنادا كما أولينا كنلاحظو جلبة والتي كتكون بوحد الأشكال مختلفة قصات مختلفة ألوان أتواب يعني أدنا الأشواء فبعض المرات كنرتكبوا شي أخطاء صغار ولكن كما قلتي بعد الهافوات أول حاجة هما ليكوب القصات فكنشوفوا بعض القصات اللي تيكونوا تندنس يعني كيكونوا هما اللي خارجين ولا هما اللي دارجين مثلا ديك القصة الجبلية ولا المخزانية اللي كتكون شوية أوفرسايز والكتيفة الطايحين فهذا القصة وكتكون دارجة ماشي قاع الأجسام يمكن ليها تلبسها فكيما كتعرفوا اللباس البلدي التقليدي دينا ووجي اللابة بالخصوص خاص السيدة هي اللي تكونوا ولا الرجل ولي يكون لابسه يعني ماشي اللبسة اللي تتغى على الجسم وتلبس الشخص فنحاولو نختارو نقصات اللي ملاء من الجسم دينا وما نمشيوش دائما غير معا شنو دارج في الموضة لي أنا يقدر ما يوالمش الجسم دينا مثلا كيما كنشوفوها أو تاني جليل بات اللي قصر فهمني كنكونوا قصارات مثلا في طول دينا من الأحسن ما ناخدوش شي حاجة اللي كتزيد تقسم لنا لكوغ دينا ولا الجسم دينا وكنزيدوا نبانوا أقصر فكين هاد اللي ابتدي طي هادو في القصات ديال الجلالب اللي خاصنا ناخدوهم بعين الاعتباء نعم من غير القصات نادة كين أيضا الألوان اللي يمكن ما كديش مع جميع أنواع البشرة وحتى الموتيف اللي كيكونوا في الجلالب لأن الجلالب كيف تقدر تكون بتوب اللي لون واحد كيقدر يكون فيها تكون فلوري ولا أمريمي اكزاكتما يعني جلالب الألوان ديالهم ولا القصات ديالهم كينطبق عليهم نفس القاعدة اللي قلنا قبل خاصة يكونوا موالمين الجسم ديالنا مثلا كنا ضعافات عجبنا شي توب فيها لغير الخطوطة بالعرض يمكن لنا نقدروا اللبسوه ولكن إلا كنا شوية زيدين في الجسم في الوزن يخصنا تيلا عجبونا لغير يكونوا بالطول يكونوا بالطول نفس الشي كينطبق على الطول إلا كنا قصار من الأحسن نخدو ديغير اللي بالطول كيزيدو يبينو القامة ديالنا طويلة كنا عاو تاني لنا واحد الوزن زائد خاصنا نبعدو على ليموتيف ولليفلور وللأشكال اللي هي كبيرة ونتجوه بالعكس الحاجات اللي هما صغيرين ليموتيف صغيرين كي يبينو جسم ديالنا أحسن أحسن ندا كنت كلمو أيضا لأكسسوارات اللي حاضرة فاش كانوا بغيروا لبسو جلبة وبعد من الأحيان كرتكبوا أخطاء هو أننا ما كنعرفوش كنو نديروكم أكسسوار مع الجلبة ديالنا شحال أدد لزاكسسوار اللي مخصناش نتجاوزوهم من يكونوا لبسين جلبة شنو نديرو وشنو ما نديروش بنسبة لزاكسسوار نحاول نبدو لزاكسسوار من الفوق تل تحت بش ما ننسوتش شي حاجة أول حاجة نبدو بليشال يعني ليشال شي حاجة اللي كقدروا لبسوها في شهر رمضان كامل واحتبره شهر رمضان واحد القاعدة اللي نديروها دائما فراسنا إلا كانت مثلا جلبة شارجي وفيها ديموتيف نحاولو ناخدو إنشال اللي يكون كولور ديالو أوني وأو تاني العكس صاحح كانت جلبة سامبل ديك ساعة يمكن لنا نخرجو ليشال ديالنا اللي فيهم الألوان فيهم ديموتيف الوريدات ونزيدوهم على هذيك الجلبة وش ليشال كيتناسبوا مع جلبة كيتناسبوا مع مختلف الفئات العمرية؟ يقدروا يتناسبوا مع مختلف الفئات العمرية بحسب النوع ديالو شال اللي هذي ناخدوه شال طويل شال قصير إنشال اللي هو مودرن ولكن ماشي بالضرورة كيتناسبوا مع جميع أنواع جلبة نعم والألوان دوينا على الألوان ديال ليشال خاصنا نتفادوا واحد الخطأ اللي كان دارج بزاف ولينا كنشوفوه قل دابا هو أننا نناسقو نفس اللون كنا كنشوفو نفس جلبة مع نفس اللون ديال شال دابا هذي واحد الحاجة اللي ولات خطأ في الموضع نقدرون ناخدوه لون ديال شال اللي يكون من نفس الفامي ولا العائلة ديال لون ديال جليلي بلي لابسين ولكن ما يكونش نفس اللون من الفوق تل تحت بالنسبة للسيدات اللي كيديرو الشال كوم أكسسوار واش نديروه تحت من القب ولا من فوق القب تحت من القب لأنه إلا جينا نحطوا مثلا لو شال من فوق من القب حالة نهرسو هذيك الخدمة والجمالية ديال القب ديالنا وديالجلابة ديالنا فمن الأحسن يجي يجي هابط ومن الأحسن تكون جليليبة من هنا سامبل باش ما نغطيوش هذك المجهود اللي درنا في الكرياسيون بالطوق ديالنا وليش حاجة اللي عندها قيمة ونغطيوها بأن شاء الله نتكلمونا الخويتمات اللي بغسلي شنو نديروه شنو ما نديروش قلنا واش نكترو ولا ما نكتروش باش نرجع لسؤال ديالك على حساب مثلا نوع ديالجلابة اللي لابسين دابا إلا كتلاحظو في اللي دارج هو أننا كنديرو بزاف مثلا ديالسنسلات كنديرو بزاف ديالخواتم هذي شي حاجة اللي دارجة يعني ماشي خطأ غهية إلا كنت جليليبة ديالنا هي شارجي وفيها مثلا الحجيرات ولا فيها الاستخاص مهم تهيك تبري فخاصنا نهدنو لزاكسيسوار وعوداني العكس إلا كنت جليليبة هادئة يمكن لنا ناخدو راحتنا ما كنش واحد الرقم دابا اللي ولا محدد عند السيدات ديال ما تفوتيش بالعكس ولا الدابا دارجة بزاف أننا نديرو غهية خاصنا نعرفو نختارو نتفننو نتفننو بالأكسيسوارات أيضا اللي كيكملون اللبسة دائما هما ليساك فكيفاش نختارو الساك الملائم بالنسبة للجلبة ديالنا اللي ساك كنديرو فيهم هاد الغالط هو أننا كننخدو الوقت أننا نختارو جليليبة جليليبة اللي زاكسيسوار والساك بحالة بك يكون بخاتيك كنقولوا عندي بزاف ديال حاجات صافيها ناخد هادك اللي كنرتاح فيه فهذا خاطئ يعني من الأحسن ناسقو الساك ديالنا اللبسة ديالنا كنا هادي اللبسو واحد اللبسة جليليبة مثلا اللي سبوخ الساك يتماشى معها ما يكونش كلاسيك بزاف كنا هادي اللبسوش يلبسة بلدية خاصة كتا هو يكون فريمان شيك ديال الحضار كما كنقولوا ما ناخدوش غيصاك اللي كنرتاحو فيه ولكن ننسقوه ولكن مني تنقول نسقوه صافي باديغ نفس اللون ما نطيحوش في ذاك الغالات ديال نفس اللون ديال جليبة ولا هو نفس اللون ديالتاك لا يمكن لنا اللعبو بلون يعني كمبلتما العكس ديال ديك جليبة اللي كنسميه color block يعني كتاخد واحد جليبة مثلا في الصفر ويتهزمها ساك في الزرق فكتعطي واحد اللمسك زوينا ما يخص تكون كتعطي نعرف شوي القانون ديال التنصيق ديال الالوان نعم واليوم حتى انترنت كنظرها واضح فيها كل شي ممكن لنا نقلبوه بوحد طريقة اللي هي إيجابية نقلبوه اللي كولوغ اللي كي جوا مع بادياتهم كنظر غير نقصو علينا أننا نوقعوا في مجموعة من الأخطاء سلطوب بغبوغوا الالوان ونبقوا دايما في نفس السيقة نتكلموه عن الأحدياء أيضا في كتير من الأحيان كن لبسوه واحد سبط طالوني ما كيوالمش جلابه وكتكون محتاجة البلغاء أو الشربيل ديال السيدة فشني الأخطاء اللي كارتكبوه بمسبب الأحدياء الأحدياء هما كيكملوا اللبسة واحد الحداء اللي كنشوفه ده بالتندانس وقدرنا عليه بزاف هما ليزيس بات البيض تندانس زوينين كيوالمو اليوميات ديالنا تيسهلو علينا شحال من حاجة غي هي ما تيصلحوش مع قاع اللبسات إلا كانت مثلا جليليبة بلدية فحرام أننا نهرسوها يعني كنفلت مو نلبسو معها واحد اللي زيس بات اللي هما رياضيين إلا كانت مثلا جليليبة طويلة ما تتصلحش معها لزيس بات خاصنا نحاولو نعطيو هذيك النخوة ديالها بليطالو فمهم أننا نلبسو بحساب الراحة ديالنا وبحساب اليومية ديالنا ولكن مهم عاو تاني نلبسو بحساب هذيك اللبسة فإلا كنا ضروري خاصنا نلبسو لزيس بات نحاولو نبدلو ديك جليليبة اللي لابسين هذك النهار وقدرون نلبسوها في نهار آخر في مناسب آخر وهنايا كنجبدو واحد الموضوع اللي هو المناسبة ديال اللبس ديال هذو كجليليبة نعم نتكلمنا على واحد لطندنس اللي كانت درجة ما شي غير فاد رمضان في رمضانات خرين اللي هو الماتشي ماتشي يا إيمة الأب مع الإبن دياله يا إيمة الأم مع ابنية ديالها شنو ما الأخطاء اللي مخصومش ترتكبوا إلا بغينا يكون عندنا واحد لولوك ماتشي ماتشي ناجح لولوك ماتشي ماتشي واحد الحاجة اللي كيوت زوينا كنشوفوها كتعجبنا بزاف نقدر نقول الأخطاء البسيطة اللي نقدر نرتكبوها في هذه التندنسة هذه هو أننا كنكبروا الوليدات ديالنا فأوكي نقدروا نلبسوا نفس توب مثلا يكون نفس توب اللي لبسوا الأب لبسوا الولد نفس الكولور وللأم وبنتها غير نحاولوا نخليوا القصات والزاكسسوار طفولين للأطفال باش تبقى ديك الباراء ديالهم والناس الكبار يديروا هبب القصة للناس الكبار ونضيفوا دائما نضيفوا نضيفوا بحال دا بدي شوشو ديال الشعار اللي يكونوا طفولين باش وليداتنا مايكبروش ضغياء وكل آج يكون عندولو ستيل ديال نعم غير نرجع لعاك فقط الجلبة المناسبة لكل مناسبة فكتير من الأحيان كنلقوا بأننا لابسين واحد جلبة اللي شي شوية عادية كتصلح لليومي ديالنا في شي مناسبة اللي كتحتاج واحد جلبة اللي كتكون مخيطة لحقها وطريقها ولديال الحضور فبعد مرة كارتكبوا هاد الخطأنا دا؟ بالصح شوفوا احنا يمكننا كاملين لديك جلبة ديالتسخار جلبة ديالتسخار فبالخصوص في رمضان كتلقى عندنا بنهار خاصنا اللبسو واحد الستيل ديالتسخار جلبة اللي يكون هاد شوية بحساب السخرات اللي عندنا من بعد كيكون مثلا الفطور فالفطور واش انا عندي فضاري وهديش وعندي الناس يعني هدي نشقى وعندي الحركة ما هديش اللبس نفس جلبة لكنت انا معروضة عند شي ناس وهدي مشي بنخوة ديالي ما هديش نتحرك فكل بلاسة وعندها نوع ديال جلبة ديالها كيكون من ناحية الأكسسوارات اللي يلابسين معها من ناحية الطالون واش لابسة معها الطالون لابسة معها شريبيل مثلا والا فكنا نحاولو ننسقو هادشي فالغلط كيوقع ومن يتمدو اللبسو مثلا جلبة ديالتسخار في شي عراضة اللي كتكون شوية فخمة والعكس الصحي كينين شي أتواب خاصة بالعراضات نصحين بها ندا؟ كينين الأتواب مثلا خارجين دابا المليفة خارجين بزاف ديال الأتواب اللي هما بغيون يعني فيهم واحد اللمسة ديال الدهبي ولا ديال الأغجنطي مشي تسقلي تسقلي وولا فهذاك النوع ديال الأتواب كي جيني أنا مناسب أكتر للعراض ماشي لكل نهار ندا على ذكر التوب ديال المليفة التوب ديال المليفة لأسف يعني من الأتواب اللي ضغية كتتكمش مني كنكونوا مخبينهم في البلاكار ديالنا وخاك نكونوا صلحناهم من قبل مني كنجيوا لبسوها كالقوها مكمشة يمكن حتى هاته من بين الأخطاء اللي كارتاكبوا نرسناش نخرجوا بجلابة مكمشة هاته من بين الأخطاء اللي خاصنا نتفذوها بزاف كي ما كتعرفي يعني الأغلبية ديال الأتواب ديال الجليبات كيكونوا أتواب اللي كتكمش كيكونوا فخاجيل وحنا تمدون حطوهم في لقوس حدا بعدياتهم فهما عرضة كتر من حاجات الأخرى اللي أنه طوال وفيهم توب زاف أنهم يتكمشوا فوخا نكونوا مزروبين وخا ضروري خاصنا نوجدوا جليل بدينا النهار اللي قبل نحددوها مزيان تكون قادلة لأنه مع الأسف يعني هاته يمشي قاعد جمالية ديالها اللي لبسناها وهي ممكن مشاولة فيها شي طاش ولا خارجين منها شي خيوطة ولا شي حاجة فلازم نعطيوها الوقت ديالها قبل ونوجدوها وضايق دا بكينين هدوك باش كان غباسيوا بالبوخار اللي غيها كيادوين كيكونوا عندنا وشي حاجة اللي كتسهل لك ديك المأمورية سيختول تحت ديالج اللابة ندوزوا عليه دغية دغية ونقدروا نخرجوا بها مقالبة شكرا لك أنا دا ورمضان كريم شكرا نزينا ودى سبا مع رمضان غزيب الحمد لله الحمد لله نتمنى لك شاهية طيبة شكرا لأنك شرفتنا بالحضور ديالك شف يا سينا أهلا وسهلا من جديد مرحبا كوشي مزيان لا بس الحمد لله لا ألا شف دا بغا غادي يمضون عمروا البسطلات ديالنا منذ مطيبنا الدجاج ديالنا اي مع المكوينات مع بصلا مع البصلا مع العطرية اللي درنا اي نزينا عليهم وخليناها كي طيبة واحد نساعة تقريبا اي من بعد حيضنا الدجاج اه وفرتتنا خليناها تبرد وفرتتنا وزينا ديالك البصلة اللي بقعت زيناها على البصلة ووغلينا سينا هذا الطيبة مزيان مع ديالك لاصوس لذلك تقربت وتنشف. سواء قزورو ماد نص. سواء اولي ثلاثة لأسل. سواء اولي ثلاثة لأسل ومزهر. ونجعل البصلات الطيب تحت تنشف بمزيد. بصفنا ارتبعا. شدينا اللوس وصلقناها. وعودة لسخناها من القشر لأسبوعها وقليناها في الزيت. بعد هرمجناها منذ عدم؟ نشWinds مد أرسم. لانه رجبتنا في أرسل وواجد. لغاية لأgeoisه تنشف بمزيد. مزيان لأن الورقة إذا أبقى فيها الماكندن سيقوم بتقطع ما ستعاون نسف الجميع البسطيلة كان لدينا 250 جرام البسطيلة لدينا هبز بداو الزيت خليناها شوية ترتاح و تشرب لنا لكي نبدأ أشاف سنأخذ جوج ورقات البسطيلة نضع من بات الشكل هذا سنأخذ واحد شوية ديال الجج واللول كنديره بحركة ممكن دير وحدة كبيرة وصغر دبنا نقطر حب صغير غير هو إذا كانت وحدة كبيرة تكون الأحسن تكون الطاوة دياله بينسوه لأننا ما يمكن شليل نجمعوها غادي تفرطشتليه كن بدون خدمو فيها في الطاوة دياله في الطاوة دياله تكون كبيرة باش طاوة تخليها مجموعها نفرشوا الورقة ديالنا نضي هنا بطبيع الحال بالزيت و الزبدة وكن نعمروا الدجاج ونديروا البسطلة من الفوق واللوز من الفوق نضعوا نجمعوا بشوية نضعنا دباء شوية ديال الججاج ونزيدوا البسطلة ديالنا مع مزهار والعسل ودرت معاهم ثلاثة البيضات باش يجمعوا الاخر وثوما الدرسيل توم اللي درت في الطاوة دياله نعود ونذكروا شيف من بعد ما طابوا هاد المكوينة ديالنا مع العطرية من بعد فحش حيدنا الدجاج ديالنا طابوا مع الزهار والعسل وارمع ديال البيضات ثلاثة البيضات باش نلسقوا بها البسطلة ديالنا بالنسبة لتومة اللي درتك تكون اختيارية كي يديراكي للا ولكن من الزهار حيدنا التومة وشحرنا البسطلة باش تجمعات مع العسل ومزهار كيفما قلنا نضعنا البسطلة من الفوق نضعنا نضعنا البسطلة نضعنا جوجو ورقة الأولى بشيء مشكلة كيفما جمعنا نحاول أن نجمعها في بلاسة واحدة نجمعها بحالة شكلها ولكن المرة الثانية نقعدها جيدا لأنها ستجي في الواجهة نجمعها من نفس الشكل التي قمت بها في المرة الأولى نحن نقلت على سفر البيض تدخل فران و تدخل الى درجة الحرارة تقريبا؟ أهل من تحرار نقل تدخل في الواجهة إلى أربع ساعة سوف نقلت على تدخل فران وتقريبنا للصفر البيض و نقدمه و نصفر و نقمه و نقوم بالفق والقرف والذيق و نقوم بالفطور بإمكانك إن شاء الله أعطوكم و لنشاهدكم في حلقات مقبلة جالوقت مشاهدينا و نتابعوا بمتابعة تدبير حياتي صندوق يسمي صندوق الطوارئ أو فاندورجونس بيخصوني تقدر تكون مرض تقدر تكون إعاقة الله يحفظ تقدر تكون مثلا فقدان دير الشغل واحد الأداة الأساسية في تدبير المالي وفي تدبير الحياة ديالنا هناك نمو المراحل اللي خصنا ندوزوا منهم باش يمكننا نشقوها في صندوق دير الطوارئ والتي تكون عملية بطبيعة الحال تصور معي الله يحفظ يلو قع واحد طارئ وغل يتبقى واحد مودة ما عندك تشي بدخول كيف شحد تقدر تصبر أنه في بعض الأحيان لا قدر الله تنطحوا في ذاك المشكل دير لا أنا أنا ما عنديش مشكل ما نحلش ما نقوميكش في هذا لا كوني كيكون دير العائلة هذاك المحطوب في جميع العائلة أي واحد تحتاجه في طارئ واحد الحالات اللي يحتاجها رمضة ديرهم تقدر تقص ورجع لكم مشاهدينا ودائما في هذه الأجواء الرائعة اللي كان عيشوها في بلاتو برنامج أستراتيو هذه الأجواء الرمضانية ولتحق بنا للمستشار في التدبير المالي استيسماعي الحسيني مرحبا بك مرحبا سمروان تشرفتنا والليوم اختارنا بالمواضيع نتكلمو على واحد صندوق اسمه صندوق الطوارئ أولا الفاندورجانس بخصوانين بزاف دي الناس ما غاديش يكونوا عارفين شنا هو صندوق الطوارئ عارفين انتو مولا لابده اسمعنا بي مؤخرا انا اسمعت بي مؤخرا سيسماعيل غادي جاوبنا على جميع تساؤلاتنا اشنا هو أولا هات الصندوق هذا قبل ما ندوزول بزاف دي اللي دي تايخورين هو واحد الادات اساسية في تدبير المالي وفي تدبير الحياة ديالنا كي الناس اللي كي عارفو باسمية خرا كي اللي كي ديرو كيخبيو شوي دي الفلوس وكي ماشي بطريقة نقولو عقلانية في إطار تدبير المالي الصندوق ديالطوارئ بحل اسميتو كدولو هو واحد صندوق اللي كي عاونو باش نواجه طوارئ المالية اللي تقدر توقع واللي كاد توقع لونك هذا الصندوق ماشي باش نواجه واحد نفقات استثنائية لا هو باش نواجه واحد طوارئ يعني واحد نفقات مفاجئة واحد نصاريف لقدر الله مرد تقدر تكون مرد تقدر تكون إعاقل الله يحفظ تقدر تكون مثلا الفقدان ديالشغل فقدان ديالمداخيل أنا كنا ندرع لواحد طوارئ كبيرة اللي يقدر يكون عندها واحد تأثير كبير على حياتنا وليقدر تبعدنا على الأهداف المالية ديالنا وتقدر تقلب رأسنا على عاقب بتغطية المالية ديالنا كله يعني مهم نفرقه ما بين النفقات السيتنائية وهذا الطوارئ المالية توقع هاد الصندوق تقريبا كيقدر يغطي ما بين تلت شهر حتى تلت شهر ديال المصطرف الشهري ديالنا وماشي أي مصطرف شهري المصطرف الشهري الإلزامي يعني المصاريف الضرورية شركة ماليات ولا كساكتهم والأساسية ما غديش ندير مثلا في صندوق الطوارئ الفلوس باش نمشي ندوز العطلة ولا باش نسافر ولكن باش نخلص مصطرف شهري ديالي باش نخلص إلي عندي شي ديون وشي أخصات نحوك النفقات الإلزامية الضرورية هاد الصور معي اللي يحفظ يلو قع واحد طارئ وغلد يتبقى واحد مودة ما عندك تشي بدخول كيف شحال تقدر تصبر في نفس المستوى المعيشي ديالك هذا هو السؤال اللي يجاوب عليها صندوق طوارئ هنا بغو نعرفه علش خسنا نديره صندوق طوارئ بكل بساطة لأن الحياة مليئة بمفاجآت كما كان مفاجآت صارة لأسف كان مفاجآت غير صارة يعني في المسلسل دي الحياة أي شخص تقدر تكون واحد الحلقة واللجو حلقات اللي كيكونوا قاسحين كيجوا فيهم هاد هاد طوارئ نقفش كنا نديره على التدبير وتخطية المالي كنا نديره على التوقعات وخان العلماء ديالتوقعات ما يقدروا في توقعوا كل شي كما ما نقدرش نتحكم فشنو يقدر يجي نقدر نتحكم في الطريقة اللي غادي نواجه بيها هشنو غادي يجي في إطار تخطيط المالي وفي تدبير ديالحياتنا هاد صندوق ديال الطوارئ كي يعاوني باش نكون واجد نحفظ الله وجات شي طارئ كينا على الأقل تزد الأسباب رئيسية أولا راح تلبال راح تلبال كان عرف بأن الله يحفظ لوقعت شي حاجر نقدر نواجهها بحل لك يكون واحد صداع واحد داك صداع كتسبعو تيكون في الفون كتطفى كتحيدو خصوصا فش كي يكونوا عندك مسؤوليات أنا جون بوحدي ما غاديش نفكر هذي كسعف صندوق طوارئ واخدتها نخص نديرها ولكن فش كون عندك مسؤوليات عائلة أكتر مش كون راح تلبال كتديرو ثانيا صندوق طوارئ كي يعاوني باش نتقى مركز اللي يحفظ على المشكل الحقيقي مش يجي واحد طارئ بلس ما نحاول نلقى حل بلس ما نحاول نركز على راسي على المشكل كننركز غير على الجانب المالي ديالو وكي يقول لي عندي جوج ديال المشاكل المشكلة اللي يحفظ اللي كان عادة تأثير على الميزانية ديالي و الميزانية ديالي في حد ذاتها ثالث السبب على شخص يكون عندنا صندوق طوارئ باش نتجنبوا واحد القرارات مالية غير سليمة كتكون قرارات راديكالية أنا أخص لي دابت وتسويت فلوس نقدر نمشي نزيد واحد ديالة و تاني جديد فاش كنكون مزروب أن ناخده غالي نقدر نتسلف وأنا ما بغيش نتسلف ولا نقدر نتسلف واحد الأشخاص اللي أنا بغي نتجنب نتسلف منهم صو باش نبقى وصحاب ولا نبقى بعيد على الفامي ولكن فاش كنكون يعني في واحد الطريق كان نقدر ناخد القرار و الثالث حاجة كان نقدر نبيع شي حويج اللي هما أساسية بالنسبالية وبعيدين على القيمة ديالهم نخسر فيهم و نقدر نكون واحد ديالة سنين باش بديته ولكن حيث ما وجدش حيث اليوم خاصتني حل دابة آني نقدر نبيعهم و نخسر فيهم دونك على الأقل على هذه الأسباب ضروري يخصنا نكون لدينا حد صندوق ديال الطوارئ نعم اسماعيل كنظن بضحت لنا صورة أكتر واللينا بغي أن نعرفه كيفاش خصنا أو كيفاش نقدر نديرو حد صندوق ديال الطوارئ لأن الأهمية دياله كبيرة و كبيرة بزافة و كيفما قلتك هاتشي كنعكس على الجودة ديال الحياة ديالنا يعني لا قدر الله وقع شي مشكل لنا في المسار المهني ديالنا أولا شي حاجة ما يقواش عنا مداخل وهنا كنظن خصنا شي حاجة باش نعوضوا هاتوك المداخل لطول اللي نحلوا المشكل ديالنا هنشنا هم المراحيل اللي خصنا ندوزوا منهم باش يمكن لين نشؤوا هات صندوق ديال الطوارئ و اللي تكون عاملية بطبيعة الحال للمشاهدين ديالنا كمال عادة طريقة عملية قبل ما نعطيك واحد ثلاثة و اربعة ديال المراحيل الأساسية كين واحد جوج ديال أمور مسبقة قصنا ندروها نعم أولا تأمينات بزاف ديال الطوارئ المالية كتجي نتيجة الغياب تأمين يعني ما عندش تأمين على الصحة ما عندش تأمينة مثلا على المنزل ديالي أعطيك مثلا مثلا ديال الطارئ وقعوش فيضانات على الدار ديالك مثلا تخصدين في إصلاحات كبيرة إلا كنت عندك تأمين منتوجات ديال تأمين كبيرة والحمد لله وده يجي زمانة كيف رحني بزاف جميع يعني المداخيل او لجميع نقوله طبقة ديال المجتمع ولات عندها منتوجات اللي كتناسبة ديال تأمين نعم أول تأمين ثاني حاجة الضمانات وتمديد الضمانات مثلا فاش غدي مدى نشري باش نشري بواحد طريقة نقوله عقلانية خاصة نشري شي حاجة اللي خفيها تأمين فيها لغانتي فيها الضمانة إلا كان خاصة كتخسر بزاف وخاصة تصلح ندلت الضمانة وقاع نقدر ندير هذا كتتمديد ديال الضمانة كان بزاف ديال المحلات اللي كيعطيوك هذا الحل أنك تزيد واحد شوية ديال الفلوس ودير تمديد ديال الضمانة ديال جميل غني نديرو هاد جوز الحلو المسبقة نبدو في المراحل أولا وهناك نرجع للميزانيات ديالنا خسي نعرف شنوما النفقات الإنزامية شهرية ديالي كمشي الميزانيات ديالي اللي ختمناها بكل بساطة كنشوف نفقات الإنزامية تابتة كنشوف نفقات الإنزامية اللي كتغير وهدو اللي كنناخد وما اللي كنحط كحساب ديالي في الصندوق خاصني كل شهر هاش حال كنخسر إن فو حددت هاد المبلغ كنمشي مرحلة تانية وكنقول واخا شحال خاصني نوفر ديال الفلوس باش نبدأ نعمر هاد صندوق ديال الطوارئ خسني نحدد وما نحشمش نبدأ صغير واخر نبدأ صغير يقدرت واحد خمسين ولا مئة درهم مثلا ندرنا مئتين درهم في الشهر كتخليليك عام بعد عام واحد المدخل اللي قدر يمشي لهاد صندوق تاليتان خسني نبدأ ودو اللي صعيب تبدأ اليوم ما تسناش كي اللي كي تسنحت يكون عنده واحد مدخول ستتنائي عادي يخلي دو كوتين بدا اليوم بدا صغير اوكين ديزاستوس بساط مثلا كل اسبوع تقدر تشوف شنا هم هادوك نافقات انا كنسميه متافيها لانا مع الوقت يبانو متافيها ودتانوية جدا ونبدأ نحيدها ونحطها انا كنك اكزامبل بساط انا راح تغير فراسيد مؤخرا كنت خديت العادة اناني ناخد في تاكسي بزاف حتى وليفتا واحد المسافة صغيرة كنت ناخده دي الدبا كنزل مال واحد بنا كنفرقين واحد الايكونومي كبيرة مثلا هادوك الفلوس يمشي حتى صحياتك تمشي واحد شوية اشتيز بحالة غدي تشوفها في المردون ادرو على الامور اللي كتساعدنا باش نوفره كتكون صحية لنا وصحية من ناحية صحياته حتى النفسية كنعوتاني واحد الحل لستوس كبير هو نوتوماتيزي هادوك المبلغ لاني مثلا إلا قاررت اني غدي ناخد خمسة او العشرة في المئة للمدخول ديالي باش نمشي نكون هادوك صندوق ديالتواريق ناركي تحدي مثلا الصالير فيغمون اوتوماتيك لهادوك لك لك دوك يعني هنا تنتكلمو على ضرورة اني نديرو صندوق طواريق ديالي هادوك في البنكة او لا في البوست غير خسو يكون واحد الكون ترخيص ما تاخد فيه لكارت بانكار لا شيك لا مصاريف لأوالو خسو يكون بحل لك تمشي انا كتعرف تمشي عن جده ونخلي عنده شوية الفلوس عارف ايه لمشي دعندات اتعطيه مني وش هو المروف بالحيساب على الدفتر او للكمتشو كارن يقدر يكون في حيساب على الدفتر غير حنا هنا ما كنا ندرش على التوفير حيث العاقلت ما زالنا ندر على التوفير بصفة مدققة التوفير غاد يعاوني باش نوصل لواحد الاهداف مالية هادو صندوق ديالتواريق كنديرو كننساه كنخليه وبحل الصيرونس كنديرو كنتمنى ما عمرني ما نستعمل حتى مني كتديرو في لابونك ما كيبقاش يبان عندك في لغولفة بتالي يعني كتنساه إذا درتيا في لابونك مع الكنتو ديالك ما غادش يبقى امبوسيبل جمع خصو يكونوا في واحد بلاسة بوحدو وهذي مهمة مهمة بساف نعم دايما من اللي كنبغيو نديرو تغييرات في الحياة ديالك يمكن أننا نرتاكبو بعض الأخطاء خلينا نركزو على الأخطاء اللي كيخصنا نجنبوها باش يمكن لنا أننا نشؤوا هاد صندوق ديالتواريق الخطاء الأول هو نخلطه ما بين نافقات السيتنائية وما بين الطواريق المالية إلا بدينا كان في المجنة نافقات السيتنائية غادي نمشو لذلك صندوق ديالتواريق ما عمره ما غادي اعمره أعطيك مثال بسيط مثلا عندي طنوبيل تاندي صيارة ديالي كنعرف بأن مع الوقت تخسوك شوية لانتخوتين تخسوك شوية الصيانة يقدر اخطره يخرج شي حاجة من جنب واحد يسوي غلاس خسويت بالدال ولا شي شي إصلاح بسيط هذا ماشي ماشي طاريق مالي يعني ما غاديش ماشي الصندوق على كونتك مثلا إلا الموتور خسر كمبلت مو خسويت بالدال هذا طاريق هذا طاريق أنا طاريق ديالك وقفات لونك ما نخلطوش ما بين نافقات السيتنائية وما بين الطواري الخطأ الثاني كتير اللي كيدلون الناس هو تيقول أنا خليت شوي الفلوس الصندوق ديال الطواري عارتي بنا سبنا خليهم في هذاك الكون غادي ننسلثون واحد صاحبي ونعطيهمشي واحد ملفة من نرى نحتاجون من ناخده المشكلة اللي كيوقع هو نرى تقدر ديك انتا مثلا هذا الطاريق هو يكونون ما موجودش عندهم الفلوس وغلية القارسك بحل ما درتيوالو الخطأ الثالث اللي كبيرتا هو ديال تنتعطلو بزاف باش نبداو وكان حشمو نبداو صغر ولا ربما كان دنماشي كان حشمو ربما كيف ما قال مروان في التقديم ديالو بزاف ديال الناس ما كتعرفش هاد صندوق الطواري ولا كيفاش ممكن تديرو بطريقة بسيطة وعمالي وليوم فرصة شكرا لك لأنك كتوضح لنا خصنا أيضا ربي ووليداتنا على يكون عندهم صندوق طواري ونبدأو بديك صندقة اللي كان نشري وما كتتكلفش لنا بزاف نحطو فيها الفلوس ياك هاد شتي لاخديتي غير أنا كنا عارب بزاف ديالناس اللي كمشوا لفاكونس ديالو مير بزاف اه في المزاف كي يجمعوا كي يحطو في هذه المحصالة اي كتبانية صغيرة متواضعة ولكن مع الوقت كتجمع واحد آخر كتخد من ساب وصعب بزاف هو كتبولي كتطمع في ذاك الصندوق في المكة تشوف شي بروموسيون شي صورد شي هنزر ورا طواري مزرا ينز هنا لشي طواري لا هنا الله يحفظ اللي عنده جريبة ومر بشو واحد الأزامات صعبة كي سهل علي من بعد انه يبدي دير هذا الصندوق غاكي ما سنقول ديما الحياة قصيرة باش نديرو نخطأ كولا و باش عاد نتعلمو حسنا نتعلمو من الأخطأ ديالناس الاخرين ونتعلمو من استشارة خبرة ديالناس اللي عندهم خبرة في هذا المجال نعم ودي فرصة ديالبرنامج ديالأستراتي مثلا ديالفقرة ديالتدبير حياتي أنا نسلطوا الضوء على مجموعة من الحويجات اللي ما كردوش اليوم لبال في تدبيرنا الحياتنا في تعاملنا مع الميزانية ديالنا ولا مع المالية ديالنا فاش نظن مرة مرة كان فيقوا بعدياتنا باش نبدأوا من اليوم يلا حتى اللي ما عندوش الصندوق الطوارئ يلا نقرروا من اليوم ودي بدو كنا نديروا هات الصندوق اسماعيل اننا مثلا واخر ما قدرناش ولا ما بغناش نديروا في البنكة او لا في البوستة هاد حساب صندوق الطوارئ كيفاش طرق عملية وبسيطة ونا ساحتك لنا باش نقدروا نديروه في دارنا وينجح تقدروا نديروه في دارك ولكن عرفتوا الإيرادة كتسمعوا بالإيرادة إيرادة بحال أموسكل بحال العضالة ما حد تخدمها وهي كتعية إلا حتيتي في داره قريب لك رتكون ناعس وكتسمعوا وكيعيط لك يعني الإغراء كيكون كبير يعني إيرادة ديلك خصوة تكون قوية بزاف باش تخليه تخونك لينصح يعني كيني نحولول بسيطة في يومنا كين بزاف دي المؤسسات البنكية المالية بالنسبة للبوست لكي يعطوها هاد الفرصة اللي بغي ديرو في الدار خص يكون تايق فرصوا بزاف وف الإيرادة ديالو باش يخليه تخونكيلا سيسمعيل وحد سؤال واش مثلا زوجو زوجة ديالو واش خاص غير واحد فيهم اللي يدير هاد صندوق طوارئ او لا خاص كل واحد فيهم صورتوا لك انو بجوجهم خدامين واش بجوجهم خاصهم يديرو هاد صندوق طوارئ كل واحد ديالو هاد السؤال تيالك صعيب شوية تيالاش حيث فاش كندروع زوجو زوجة على كوبل وانا كندروع على عائلة صغيرة على عائلة صغيرة يعني فاش كنديروا حد تصير ديال الميزانية ديال العائلة وفاش كندروع صندوق طوارئ كندروع فيه في العائلة يخدر كل واحد على حساب المدخول ديالو هو الشخصي اللي كيبقى له يفكر يدير صندوق ديال طوارئ ديالو ممكن مي ضروري يكون واحد ديال لا فامي هادك يعني بأنك المشروع ديال عائلة ديال حقيقي ماشي كل واحد كيشوف في واحد الاتجاه او لا كل واحد كيفكر كيفاش غادي يواجه هاد الاخطار بوحده كتكون رؤية كتكون رؤية وحدة وهذا كيعطينا حتى واحد كيعطينا فكرة على المدى ديال نقولو ديال هاد الكوبل على المدى التقيق اللي كنا فيه وصراح اللي كينا والترانس اللي كنا فيه هدي متفق معاك في هاد المسألة هدي هدي السلبيات ديال هاد المسألة هدي ولكن كيلي غادي شوفها ايجابية غادي يقول لك في واحد الحالة ديال الطوارئ مثلا غادي نجمعو هادوك صاندق ديال الطوارئ ديالنا بجوجه هكذا غايعطينا واحد اللي هو اكبر لكن توجه هكذا ممكن حتى شوف ده بأولا ضروري يكون واحد ديال الفان بادر بدوبي ولول من بعد كتلقاش في الكوبل صعيب تلقى بجوجه ديال الناس عندهم كفاءة مالية كتلقاش في واحد كما كنقولو يدوم تقوبا وواحد كيعرفي سير نعم حتى لكن كل واحد دياله ببعده تلقى واحد فيهم اللي غادي يزيد هو غادي يزيد يكون معقول كتر ويوفر كتر واحد أخر ما يكون عن دوال يعني نهار غادي نبغيون نزيدو لكانيوت لعما شنجمع ولواحد فيهم تلقى واحد اللي غادي يزيد لونك هذي كتبقى الاختيار الشخصي ببنسبة لعائلة باش تبقى مرتاحة و باش يبقى حتى اللي يحفظ فيش يقعو المشاكيل لعما أنا كنقولو كنعود نأكد عليها بزاف يبقى لناس الوقت يركزول عن المشاكيل ديالهم وما يضيعوش الوقت ولين يغجي ديالهم باش يقلبوا على حلول مالية وفي بعض الأحيان للأسف يعني كي تطاحوا في واحد الحالات اللي حتى الكرامة ديالهم تقدر تقس وحتم اللي كنديرو ان كونت ديال الفامي مثلا صندوق الطوارئ تكون واحد تضامن ما بين هذيك العائلة والأسرة كوالي هذيك الكونترا ديالنا كامل لأنه في بعض الأحيان لقدر الله تنطاحوا في هذيك المشكل ديال لا أنا الكونت ديالي أنا ما عنديش مشكل ما نحلش ما نعونكش في هذا لغاكم اللي كيكون ديال العائلة هذيك الكونترا محطوط لجميع العائلة أي واحد حتاجه في طريق ممكن أنه نستعملوه لي واحد نقطة والآخر نقطة اللي بتنظر عليها اللي مهمة بزاف يفي ما نهضره على التدبيل المالي معمرنا ما ننساو الأهداف دياله مهي ففي الحلقات السابقة حاضرنا على الأهداف الأساسي للتدبيل التحياتي وتخطيط الميزانية أولا نحقوا الأهداف ديالنا نتجنبوا المديونية وكذلك نعيشوا بدون الضغط نقصونا ذلك الضغط النفسي اللي كي يراقنا ولي كيواكب هذي المشاكين المالية العلاقات والجودة ديالعلاقات في الأسرة في الكوبل وغير هذك الراحة النفسية اللي كتكون عندنا كأشخاص اللي عارفين عندي هذي صندوق ديال الطوارئ كتخليني مرتاح كنركز على الخدمة ديالي كنكون أكثر انتاجية في الخدمة ديالي بزاف ديال المقاولات كيعاونوا يعني اللي صالغي ديالهم أنهم يكونوا صندوق ديال الطوارئ أعلاش نكن دراسة في العالم كامل كتقول بأن الناس اللي ما مخومة شدي ما كيخمم في المشاكل اللي يقدروا يوقعوا لانتاجية دياله كتكون كتر ونرجعوا ثاني العلاقات الجودة ديال العلاقات في الأسرة وكذلك الله يحفظ باش يلوقع طوارئ وهذه الحياة كيوقعوا فيها الأفات للأسف تلوقعوا تكون عندنا القدرة كاملة أن نواجهوهم ونتجوزوهم بسهولة بلا منطحوا في مشاكل أخرى الله يحفظ شكرا لك إسماعيل ومالقناة معاك إن شاء الله في حلقة مقبلة هنا أمروان شكرا لكم شاهية طيبة جميع المشاهدي لتابعوا حلقة اليوم من برنامج أسرتي وقنا بكم يجدد في حلقات مقبلة دائما على الأولى وتبقوا على الأخير